حياكم الله نقدم لكم طلبة الصف الثالث متوسط هذا الاختبار التجريبي للتدريب والتجربة هذا اختبار نموذج تجريبي للتدريب والتجربة بيقول لك السؤال الأول طبعاً يجيك ضع دائرة بالأول قيمة جيم لتجعل ثلاثية الحدود مربعة كامل لاحظ جيم وينها؟ هاي جيم بدنا ايش هي عشان يكون مربع كامل عشان نعرف هذا الاشي بدك تشوف نصف الثمانية نصف معامل سين معامل سين ثمانية نصف الثمانية يعني ثمانية على اثنين تربية نصف معامل سين تربية ثمانية على اثنين فيها اربعة تربية فيها ستة عشان يصير مربع كامل بدنا نضيف ستة عش لاحظ السؤال الذي يليه عندي جذرين متشابهين كيف يعني متشابهين؟ يعني مجموع انه نفس الجذر جذر الستة هنا هذا جذر الستة هذا جذر الستة انه ذو الجذور متشابهة فتنجمع على طول خمسة زائد اثنين سبعة سبعة جذر الستة اذا بجمع خمسة زائد اثنين فيها سبعة وحط جذر الستة تبسيط العبارة جذر الاربعة وعشرين هنا الاربعة وعشرين تشوف عن عدد له جذر مضروب في عدد اخر هذا عبارة الاربعة وعشرين عبارة عن اربعة اربعة الها جذر ضرب ستة تمام؟ الاربعة الها جذر كم جذر الاربعة؟ اثنين بس الستة ما الها جذر بضل جوه الجذر اذا الجواب اثنين جذر الستة طيب كيف نضرب ذول؟ نضرب الاعداد الصحيحة مع بعض والجذر مع بعض اثنين ضرب اربعة وين اثنين وين الاربعة هاي اثنين تنضرب بهاي الاربعة اثنين ضرب اربعة فيها ثمانية جذر الثنين ضرب جذر الثلاث يعطينا جذر الثنين ضرب ثلاث ستة جذر الستة اذا الجواب ثمانية جذر الستة كيف بدنا نحل هاي المعادلة يلي فيها جيم جوه الجذر شفوا كيف اول اشي نخلص من الناقص اثنين اللي برا كيف اخلص من الناقص اثنين بزيد هنا اثنين وزيد للطرفين اثنين شو بيصير لما زدت اثنين للطرفين نقص اثنين مع زاد اثنين بتروح شو بيظل عندي بتصير زي هيك جذر جيم ناقص ثلاث تساوي لانه نقص اثنين زاد اثنين راحة اربعة زاد اثنين فيها ستة وصلنا زي هي طيب شو اندي اخلص من الجذر عكس الجذر هو التربيع يعني بتروح تربع الطرفين ربع ذا عشان يروح الجذر وزي ما سوينا بالجهة اليمين نسوي بالجهة اليسار تربيع لما ربعت الطرفين راحة الجذر صارت جيم لحالها ناقص ثلاث تساوي ستة تربيع ستة ثرب ستة فيها ستة وثلاثين الآن نقوم بإضافة ثلاث عشان نخلص من ناقص ثلاث للطرفين وظل عندي جيم طبعا ذول بروحوا شو بيصفي عندي بصفي انها جيم بتساوي تسعة وثلاثين ترى مو شرط بالاختبار يجيكوا كله ايه زي هيك السادة والأستاذ اللي وضع الاختبار هذا حاطهم ايه احداثي منتصف القطعة المستقيمة الواصلة بين النقطتين هذول كيف أعرف احداثي منتصف القطعة المستقيمة له قانون زي هيك نجمع السينات السينة الأولى زائد السينة الثانية وبقسم على اثنين وبعدين أجمع الصادات السادة الأولى زائد السادة الثانية وبقسم على اثنين وبسكر القوس يلا بنشوف السينة الأولى اثناش والسينة الثانية سالب ثمانية 12 زائد سالب 8 قسمة 2 فاصلة صداد 3 زائد 3 قسمة 2 شو بيعطوه 12 وسالب 8 بيعطوه 4 4 قسمة 2 بيظل 2 هنا 3 زائد 3 6 قسمة 2 بيظل 3 إذن إحداثيات المنتصف هي 2 و 3 هنا في جيم هاي اللي بدو ياها جيم شرطة ظلع هذه وتر بنحلها على نظرية في ثغورس جيم شرطة تربيع أو جيم تربية يساوي 6 تربية زائد 8 تربية 6 تربية 36 و 8 تربية 64 يطلع 100 يعني جيم تربية يساوي 100 جيم راح تكون جذر المية ويطلع 10 هذا مثلث جدا مشهور 6 ثمانية 10 فنقدر نحفظه على طول نقدر على طول إحنا بطريقة ثانية إنه بنعرف جيم من خلال الجذر على طول جذر زي هيك 6 تربية زائد 8 تربية طلع اللي جوة 100 جذرها 10 بس بدنا نحفظه هذا المثلث 6 ثمانية 10 في واحد ثاني ثلاث خمسة ثلاث أربعة خمسة الوتر خمسة عدد طرق جلوس ناصر وخمسة من أصدقائه كيف صاروا 6 هو مع خمسة في صف واحد طبعا هذا يسموه مضروب العدد يعني بدك تبدأ بالستة الشخص الأول أمامه 6 فرص ضرب الشخص الثاني أمامه 5 الشخص الثالث هي اثنين جلسوا كم يبقى مقاعد أربعة الشخص الثالث أمامه 4 الشخص الرابع أمامه 3 اثنين واحد وهذا يطلع سبعمية وعشرين السؤال التاسع يقول رسم فنان لوحات بكم طريقة يمكن اختيار ثلاثة منها لعرضها في معرض فني طبعا هو بده يختار ثلاث وهناك العرض ترتيبي يعني بده يرتبهم المكان الأول لصورة والمكان الثاني لصورة والمكان الثالث فهنا شو نقول أول بده يختار أول لوحة عنده خمسة إذن أمامه خمس طرق اختار لوحة بده يختار الثانية طلعت لوحة شو يبقى له يبقى أربعة طرق إذن خمسة ضرب أربعة طلعت طلعت الآن الفرصة الثالثة ضرب ثلاث ويطلع كله ستين طريقة عنده رمي مكعب الأعداد شو احتمال يكون أقل من ثلاث طيب مكعب الأعداد شو يعطيني هو بالأصل مكعب الأعداد له ستة أوجه عليهن واحد واثنين وثلاث وأربعة وخمسة وستة عندي عندي ست عندي ست حالات شو احتمال يكون أقل من ثلاث أقل من ثلاث هما ذو إذن بيطلع قديش ثنين يطلع عندي ثنين اللي هما أقل من ثلاث على العدد الكل ستة هذا باختصره عفوا أنا كتبت بالانجليزي ما عليش فكرنا ندرس ثانوي إذن فو عليهم هاي العرقام الاحتمال اثنين على ستة واختصر اثنين على ستة قديش تطلع واحد على ثلاث سأل كل عاشر طالب يدخل المدرسة عن المدرسة المفضلة لديها هل هذه العينة متحيزة أم غير متحيزة لاحظوا هو الطلاب اللي يدخلوا المدرسة بيعدوا عشرة بيسألوا العاشر يعني بشكل عشوائي صارت عن المادة مش المدرسة عفوا عن المادة الدراسية المفضلة لديه الآن هنا هذه العينة تعتبر غير متحيزة لأنه ما أجع طلاب يدرسوا رياضيات أو مشتريين كتب رياضيات ويقولهم إيش المادة المفضلة ويقولوا رياضيات أما هنا كل يعدوا العاشر فبطريقة غير متحيزة يفحص المدير في أحد المطاعم جودة الفطائر كل عشرين دقيقة لاحظوا فيه انتظام بدءا بوقت يحدد عشوائيا هل هذه العينة شو سمها منتظمة لأن كل عشرين دقيقة بيفحص لاحظوا هنا هذا المثلثين يسأل عنهم متشابهان أم لا طبعا هما متشابهان يسأل قديش الزاوية سي طبعا احنا نقدر نطلع الزاوية سي بطريق من مجموع زوايا المثلث كل مية وثمانين نقول مية وثمانين مية وثمانين المثلث كله بنقص من ه سبعة وثمانين الزاوية وهي وبنقص منه كمان تھلاث واربعين الزاوية هذه يعني ثلاث واربعين ويطلع مية وثلاثين فتطلع الزاوية خمسية أو لأنهم متشابهان هاي السبعة وثمانين هاي السبعة وثمانين مثلها وثلاثة واربعين هاي الثلاثة واربعين مثلها فبكل تأكيد راح الخمسين هاي بتصير هي سين يعني فيه طريقتين أني أعرف الجواب فالجواب هنا خمسين السؤال الرابع عشر يقول من المثلاثين متشابهين هذول قديش طول الضلع المجهول سين وين هم المثلاثين متشابهين صغير هاذ والمثلث كله تمام نجي نعمل نسبه تناسب القاعدة هاي قديش طولها هاي قاعدة هاي طولها سبعة معطيني إياها سبعة فبقول سبعة على القاعدة الكبير أربعطاش سبعة على أربعطاش تساوي يلا الارتفاع حقه صغير خمسة الارتفاع حقه كبير سين فنجي نسوي ضرب تبادلي زي هيك ونقول إنها سين تساوي أقسم عنلي بقابل سين إيش اللي قابل سين سبعة وأضرب خمسة ضرب أربعطاش طبعا خمسة ضرب أربعطاش سبعين تقسيم سبعة فيها عشر جيب الزاوية باء وين هي الزاوية باء هاي إن شاء الله عليها الزاوية باء هاي الزاوية باء الجيب الشو يساوي المقابل الجيب المقابل على الوتر والجتة المجاور على الوتر والظل المقابل على المجاور طبعا هاي الزاوية باء بالنسبة للوتر إحنا شايفينه الوتر هذا خمسة والمقابل مش ثلاث اللي بيقابلها هذا بيقابلها أربعة إذن الجواب أربعة على خمسة السؤال الذي يليه يحتوي كيس على ست كرات سوداء وتسعة زرقاء صاروا خمسلاش وأربعة صفراء صاروا تسعتاش وثنتين خضر صاروا واحد وعشرين سحبت منه كرة عشوائية ثم أعيدت وسحبت كرة ثانية في شو احتمال تكون الأولى زرقاء والثانية خضراء شو احتمال الأولى تكون زرقاء والثانية خضراء الأولى زرقاء تسعة عدد الزرق تسعة والعدد الكل يقولنا واحد وعشرين ضرق الآن فيه إرجاعي يقولك ثم أعيدت يعني بقي العدد واحد وعشرين ما صار عشرين كتبت بالإنجليزي ماشي مش بشكل هتعانوا شوية معي بالإنجليزي الثانية خضراء كرتين خضر اثنيين خضر يلا أصلا أنتوا خلصتوا تاسع خلاص طالعين أولى ثانوية الأرقاء بالإنجليزي فالجواب الشو رح يصير تسعة ضرب اثنين فيها ثمنطاش واحد وعشرين ضرب واحد وعشرين فيها أربعمية وواحد وأربعين إذن الجواب ثمنطاش على أربعمية وواحد وأربعين السؤال السبعتاش يقوله الانحراف المعياري خمسة التباين قديش تربيع الانحراف المعياري خمسة تربيع ويزاوي خمسة وعشرين السؤال الثامن عشر تقدم سعيد لاختبار التاريخ طلبة فيه الإجابة على عشر أسئلة من بين اثناش سؤال بكم طريقة يمكن أنه يختار الأسئلة بده يختار عشرة من بين اثناشر السؤال هذه عشرة توافق اثناشر توافيق عشرة اثناشر توافيق عشرة تطلع ستة وستين السؤال الثاني يقوله نضع صح أمام العبارة صح وخطأ أمام العبارة الخطأ دوالة تربعية تمثلها على شكل خط مستقيم خطأ الدوالة التربعية منحنة زي هيك هاي الدالة التربعية الدالة التربعية هذاك الدالة الخطية تجي مستقيم إذن هنا نقول خطأ تمثيل البياني لهاي الدالة قطع مكافي إلى الأسفل لا أنا شايف هنا بلاص موجب إذن رح يكون للأعلى إذن برضو هاي خطأ لو كان معامل سين تربيع سالب تكون للأسفل مجموعة هاي الأطوال بتشكل مثلث نأخذ الضلعين الصغار ثلاثة زائد أربعة هل هي أكبر من خمسة أكبر من خمسة إذن صح خلنشوف هنا جذر الستة ضرب جذر الستة يعطي ستة صح وجذر السبعة تبقى إذن ستة جذر السبعة صح ترتيب حروف كلمة سعودي لو بدأ عيد ترتيبها تبادل نعم اختيار خمس كتب لقراءتها من بين ثمانية هذه توافق لأنه ما فيه ترتيب اختيار خمس كتب لقراءتها من بين ثمانية كتب على رف سواء على رف ولا وين مكانه لقراءتها ما قال لي ترتيب ما قال لي ترتيب حتى تصير تبادل إذن هذه صحيحة صحيحة لو قال لي بيه ترتيب يعني من يقرأ كتاب بالأول يصير تبادل هنا إذا كانت هذا المميز سالب فإن عدد المقاطع السينية هو اثنين لا إذا كان المميز سالب ما في حل ما في مقاطع سينية هذا الخطأ كان عدد إذا كان المميز أكبر من صفر يكونوا المقاطع السينية سئل كل خامس شخص يدخل مكتبة عن هوايته المفضلة باين قاعد يدخل مكتبة فهوايته والقراءة فهذه غير متحيزة لا إلا متحيزة لأنك أنت إذن هذه خطأ لأنها متحيزة تسأل واحد رأي على مكتبة شو هوايتك ورح يقول لك القراءة إذن متحيزة طبعا الثمانية وعشرين فيها أربعة بسبعة الأربعة له جذر اثنين والسبعة ظل جوه الجذر صح سين أس ثمانية مربع سين أس أربعة صح صاد أس سبعة يطلع منها صاد أس ثلاث لأنه هي مربعها صاد أس ستة صاح ويبقى صاد جوه إذن هذه الجملة صحيح من ثلاث القائم الزاوية الظلع المقابل للزاوية القائمة يسمى وتر صحيح من خلال التمثيل البياني القيمة العظمى شوف كيف أعرف القيمة العظمى هايها القيمة العظمى هايها طلعها من محور صاد عدوا واحد اثنين ثلاث أربعة إذن القيمة العظمى أربعة قيمة العظمى عندي أربعة إذن القيمة العظمى تساوي أربعة معادلة محور التماثل وين هو محور التماثل هذا هو محور التماثل شفتوه هذا محور التماثل يقطع محور السينات إذن سين يساوي عند مين قطعها عند الواحد لأنه هنا واحد اثنين إذن سين يساوي واحد معادلة محور التماثل سين يساوي واحد المقطع الصادي هاي المقطع الصادي غير اللون هذا المقطع الصادي هذا المقطع الصادي صاد يساوي ثلاث أو النقطة صفر ثلاث إذا بدك لو جاوبتك صح جاوبتك صح حلول المعادلة وين قطعت محور سين قلنا هاي واحد اثنين ثلاث هذا ثلاث هذا الحل الأول وهذا الحل الثاني عند مين عند السالب واحد إذن حلول المعادلة سين يساوي ثلاث وسين يساوي سالب واحد جد المسافة بين نقطتين المسافة إلها قانون فتساوي جذر السينات سين الثانية ناقص السين الأولى تربية زائد الصاد الثانية ناقص الصاد الأولى تربية تمام وين هم هذول هاي السين الأولى وهذا السين الثانية فبصير فبصير جذر السين الثانية ثمانية ناقص ثلاث تربية زائد وين ها السادة الأولى وين ها السادة الثانية هاي السادة الأولى وهي السادة الثانية السادة الثانية تسعة ناقص خمسة تربية وبصير عادتين حسب ثمانية ناقص ثلاثة خمسة خمسة تربية خمسة وعشرين زائد تسعة ناقص خمسة أربعة أربعة تربية فيها ستة ويطلع جذر الستة جذر الواحد أربعي السؤال الرابع يقول حل المعادلة هاي وحلين ويحدة بيها زيها بأسئلة تضع دائرة شنساوي عشان نحلها ناقص خمسة نعطيها زائد خمسة هنا وزائد خمسة هنا بيصير هذا ولا يروحوا فبتصير المعادلة جذر سبعة سين زائد ثمانية تساوي واحد زائد خمسة فيها ستة الآن نقوم بعملية تربية الطرفين عشان نخلص من الجذر بصير بعد التربيع بدون جذر سبعة سين زائد ثمانية تساوي ستة تربيع قديش ستة وثلاثين خطوة خطوة لبعدها عشان أحلها بدي أخلص من الثمانية أول فبروح أطرح ثمانية اطرح ثمانية طبعاً هذول بيروحه وتصير المسألة سبعة سين تساوي ستة وثلاثين ناقص ثمانية فيها ثمانية وعشرين ثمانية وعشرين بعدين اقسم على ثنية على سبعة اقسم على سبعة بتصير بالنهاية عندك الجواب سين يساوي أربعة هاي خطوات حل المعادلة الجذرية بتشيل اللي معها بتخلي الجذر لحاله وبعدين تربع الطرفين بعدين تكمل حل المعادلة هنا بده جيم شرطة وقلنا لكم قبل شوية بنحل على نظرية فيتغورس ستة تربية زائد ثمانية تربية وهذا بيطلع عشرة وقلنا لازم نحفظه إذن الوتر عشرة بده جت الزاوية باء يساوي المجاور على الوتر وهنا المجاور هاي للزاوية باء هاي الزاوية ستة مقابل والوتر عشرة إذن ثمانية على عشرة هيك نكون نحل نالكو هذا النموذج الحمد لله وإن شاء الله نتمنى لكم التوفيق إذا صار معنا مجال وردنا أنه مهاذج أخرى بنحله طبعا هذا النموذج للتدريب ومراجعة المهارات نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله تعالى شكراً لكم وليصغعكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم